خلونا نستعرض حالا جدول ترتيب الدوري المصري بانتهاء أو هو طبعا مش يعني فيه الجولة الحداشر لغاية دلوقتي طبعا فيه ماتشاة بكرة في الدوري فيه أو فيه المرحلة الحداشر إيه الاهلي الأول لعب حداشر مباراة عنده سيب 27 نقطة الزمالك 24 نقطة جماحهم من حداشر مباراة الثالث فيوتشر لعب عشر مباراة فقط عنده 22 نقطة يعني لو فيوتشر كسب الماتش اللي جاي بتاعه ممكن يتخطى الزمالك ويبقى فيه المركز الثاني فيه المركز الرابع بعد ما لعب حداشر مباراة احنا هنا بنشوف الاتحاد السكندري الاتحاد السكندري فيه فيه المركز السادس الغزل المحلة فيه المركز الخامس أسوان في مركز السابع غزل المحلة والاتحاد السكندري السنة اللي فاتت كانوا تقريبا بيصارعوا على الهبوط أداء كويس جدا حتى الآن في الدوري بعد انقضاء حداشر أسبوع من الدوري الممتاز لكرة القدم أداء كويس أنا أتمنى أن الاتنين غزل المحلة والاتحاد السكندري وكمان فريق أسوان يستمروا في الحالة حالة الاستفاقة اللي هم فيها طيب ده فيما لوصله به الدوري المصري الجولة الحداشر ويعني شفنا النهاردة طبعا أداء كبير جدا من أسوان زي ما تكلمنا شفنا النهاردة رحنا طبعا وشفنا الأهلي عمل أداء جامد جدا وثلاث أهداف مش حاجة قليل على أي حال خلينا نكمل ترتيب الفرق في المركز الحداشر طلاق على الجيش لعب عشر ماتشاط وي له من النقاط اتناشر نقطة امبي حداشر مباراة وي له من النقاط عشر نقاط البنك الأهلي في المركز الثلاثاشر سموحة في المركز الثلاثاشر فرقه في المركز الخمستاشر طبعا عندنا طرق على الجيش وعندنا البنك الأهلي وعندنا سموحة وعندنا فرقه كلهم لعبوا طبعا عشر مباراة في عندنا مباراة كتيرة جدا بكرة إن شاء الله سنستعرضها الداخلية النهاردة حداشر مباراة حرس الحدود لعب عشر مباراة في مركز السبعتاشر وأخيرا وللأسف الشديد الإسماعيلي في المركز الثمنتاشر لعب عشر مبارات فز في مباراة واحدة فقط أتمنى أن كابتن ميدو يعني يكون ليه تأثير ويعمل استفاقة في أداء نادي الإسماعيل